نواصل حل تماري كتاب مدرسي ونحن الآن مع التمرين 71 71 71 تمثيلات هندسية 71 تمثيلات هندسية مثل بيانيا تمريج جميل أريد أن أتناقش وأشرح أمور ذهنيا ثم كتابيا العمل موجود كتابيا فونكسيون ديفيني فاغ مورسو الكلام كتابيا موجود نشرح بعض الأفكار صح أول حاجة البيان هذا الدالة دوال تألوفية مركب من دوال تألوفية كل مجال كل مجال فيه دلة تألوفية في الحقيقة يفكرني في التمرين رقم 52 52 لم تكن دوال تألوفية يكون البيان أملس بيكونش على شكل دوال تألوفية أرجع للتمرين 52 أرجع للتمرين 52 الآن الدالة الأولى ومطلوب نعرف دالة F على نقص 3 3 نقص 3 1 3 1 3 نقص 3 3 ثم F1 F2 F3 F4 نقص Fx XX الحفاظ على الفوصل و F ونقص F F ونقص F عكس الترتيب معناتها النقاط تحافظ على الفوصل إذا كانت نقطة هنا لاحظ معي الفكرة إذا كانت نقطة هنا النقطة موجودة هنا هذه النقطة تحافظ على الفاصلة وتعكس الترتيب معناتها هذا التناظر بالنسبة إلى محور الفوصل معناها هذه قطعة مستقيمة وناظرها بالنسبة إلى محور الفوصل سهلة زوج هنا زوج هنا ما يورها واحد هنا واحد هنا ما يورها وتكون هذه هي القطعة الأولى هذه تهبط هنا وهذه زوج زوج بالشكل ويكون البيان تعل الدالة هو هذا لاحظ معي أنا رسمه بدقة هنا الدالة الأولى هي هذه وخط متقطع ولاحظ بيان دالة أف واحد هذه ناظرسة هذه بهذا الشكل نأتي الآن إلى بيان دالة هذه الثاني القيمة المطلقة هذا كل عدد موجب معناتها البيان فوق محور الفوصل معناته أحتفظ بالعلوي وأنظر الباقي معناه هذا محور الفوصل يقسم البيان إلى قسمين من هو الجزء العلوي الجزء العلوي هو هذا هذا جزء علوي وهذا جزء علوي الباقي ذلك وناظر الباقي هذا ناظر تاعه وهذا ويعود بيان دلا هو هذا راني رسمه بديقة هنا يلاحظ الشكل لاحظ الشكل بيان المتقطع بيان دلا الأصلية نسمي فيه بيان دلا الأم وهذا لاحظ الحفاظ على الجزء العلوي هذا هي محور الفواصل يقسم البيان إلى قسمين الحفاظ على الجزء العلوي هذا حافظنا عليه وهذا النظير تعه هنا وهذا النظير تعه هنا نزيد نعلق على الثالث Fx نزيد لوحد معناها معناتها ورق الشفاف نرسم هذه نرسمها عادي ورق شفاف ونطلح الفوق بوحدة نطلح الفوق بوحدة هكذا فقط نرسمها جيدا 3 3 لاحظ الشكل هذا يهو بيان دلا الأم وعلاقته بالبيان الذي فوقه انسحاب انسحاب شعاعه واحد شعاعه واحد جي بالضبط شعاعه واحد نزيد نعلق على هذا الرسم بالحقيقة هذا يراه ناقص ناقص واحد زائد سفر معناتها كين شعاع هلا قد شال هنا كين شعاع هو ناقص واحد سفر وره شعاع ناقص واحد سفر في الرسم وهذا معناها معناتها البيان هذا نفسه نفس البيان هذا نرسمه برق شفاف ونحرك الرسمة هكذا بدأ الشكل إذن الرسمة كانت هكذا هذه النقطة تصبح هنا هذا الشكل ورق شفاف إذن نرسم الرسمة الرابعة هذه بدقة رسم الرسمة بدقة هاي وره لاحظ العلاقة بين الرسمة الأولى والرسمة الثانية ورق شفاف سحب بالشواء عدية سحب بالشواء عدية إذن الآن نأتي إلى الجاوب الكتابي جاوب الكتابي مسمي هنا يا فونكسيون ديفيني باغ مورسو رسمت بجيو جابرا بحثت على معادلة كل وحدة هذي بحثت عليها هذي بحثت عليها ومديت للمجال من نقص ثلاثة من نقص واحد بعدها من نقص واحد لزوج بعدها من زوج ثلاثة مديت الأوامر هذي في جيو جابرا للاوامر في جيو جابرا واعطاني الرسم هذي بحثت عليها وكي نقول له ارسم لي ناقص fx مباشرة يعطي لها الرسم نسجل داستير مباشرة مدل fx زائد واحد مباشرة يعطي نتجة مباشرة نعطي النتجة اذن انصحكم بتجربة هذه تجربة مع جيو جابرا تمثيل بياني xx حامل محور فواصل cf معادلة y fx cf واحد نقص fx نظير cf بالنسبة الى xx فتح بالنسبة y f2 x يوقع مطلقة x احتفظ بالعلوي واناظر الباقي طريقة بصرية هندسية لما منحنى الدال f يقع فوق محور الفواصل فانهم متطابقين في البيان ولما منحنى الدال f يقع تحت محور الفواصل فان cf ناظر cf بالنسبة الى xx بالنسبة البيان الاخر تضبط هذه العلاقة عاود نذكر راح عندي بحث فيه البيان الام ونستخرج منه 14 بيان هذا قلتولكم النوفات في التمارين السابقة اذا نادت من لرع عجبني 71 داخل في البحث الداعي عندي بحث نمد بيان الدال الام ونطلب بيان 14 دال اربعة تعقيمة مطلقة ثلاثة تنظرات فواصل ترتيب مبدأ وكاين التحريك لليمي لليسار كما تجيب لك خمس بيانات التحريك لليمي لليسار للفوق في الأسفل وعلى قد شال هذا بحث فيه 14 دال كما هذا تشبل X 0 زائد 1 معت هناك شعاع 0 1 هو الذي أسحب به الدال نفس الشي هنا ناقص 1 زائد 0 معت الشعاع 1 0 والرسومات التي تكلمت عليها والدستورات التي تكلمت عليه هذا ما أردته قوله في التمرين 71 وسبلون